الشيء الرابع ثم بعد فترة يتوقف الدعم المادي بحجة طول فترة تقديم الدعم وكان الأولى أن تشكل الكنيسة لجنة لرعاية العابرين وتوظيف العاطلين منهم وعمل خطة قصيرة لأجل دعمهم ماديا تنتهي فور تدبير عملهم يعني بحال ما أنه بيشوفوا عمل ممكن يوقفوا الدعم لأنه خلاص صار يشتغل دي حقيقي وأنا مش يعني أنا شخصيا مش مع فكرة أن احنا ندعم ماديا ندور له على شغل عشان يشتغل بس بنرجع لنفس نقطة أن احنا خايفين يعرف عننا ويعرف عن أشغالنا ويعرف تفاصيل الطريقة اللي احنا بنساعد فيها بنرجع لنقطة الخوف أن احنا ندمجه معانا ندمجه معانا من خلال الشغل بالعكس أنا فكرة النهاردة لأن العابر أسس نزار مش بيخسر بس عيلا ده فيه منهم كتير من أول ما بيقامن بيخسر شغله بيقصر شغله بيقعد بدون شغل فأنا النهاردة لما بقدر ده نوع من تقديم نوع من فتحان القلب أن أنا فتح له باب أنه هو يقدر يعيش أنا لو دعمته سنة وبعد السنة تركته ما أنا سببته له عسرة بس أنا لو فتحت له باب أنه هو يقدر يشتغل وفيه كتير أخوة محبين بيساعدوا بالطريقة ديات أن هم يفتحوا باب للشغل وبتكون سبب بركة كتير حتى في ناس أنا بعرف ناس شخصيا بسبب أن نتأمل لهم شغل كانوا جايين تقريبا بهدف مش حقيقي بس تغيروا وتغيروا بشكل حقيقي لأن شافوا كمية الحب بغض النظر أنت هدفك إيه أنا جاي أنا بقدم خدمة للمسيح طبعا أنت عارف أخ هشام بشكل عام العابر المسلم اللي بيجي ليسوع المسيح كأنه بينسلخ عن المجتمع اللي احنا تعودنا عليه وعلى فكرة يعني مثل ما قال المؤرخ في ليب حتي نحن مسيحيون في العقيدة لكننا مسلمون في الثقافة يعني الثقافة الإسلامية دخلت الـ DNA بتاعنا في كل مستويات الحياة فإذن إحنا عايشين تقريبا نفس الكولتشر بشكل عام بس الاختلاف أنه المسلم لما بيجي للمسيح بينسلخ يعتبر خائن للوطن للأسف يعني مع أنه بحب وطنه أكتر من المسلمين ويعتبر خائن للعيلة وخائن للرسول وخائن للإسلام فإنت تخايل كم الرعب والخوف والرفض اللي عم بعان منه بمر فيه بسبب الرفض وإذا من ناحية تانية إذا ما لاقت ترحيب طبعا بيكون في صراع نفسه شديد شعور أسس نزار لا يوصف شعور قد ما بنتكلم على العذاب النفسي اللي بيمر فيه العابر يعني تخيل يعني الوقت اللي انت فيه بتفكر أن والدتك وولدك هيقول لك برة شغلك برة جيرانك مش هيعرفوك صراع نفسي لا يوصف يعني أنا بفكر في الأم اللي حملت الطفل تسع شهور خايل تطرد ابنها لما تسمع كلمة أنت مش ابني تسمع كلمة أنت مش ابني أنا معرفكش لما تسمع كلمة من أخوك يقولك أنت مش أخويا لما تسمع كلمة من أقرب صديق ليك يقولك لو أنت في آخر مكان في العالم وقابلتك هقتلك لما تسمع يقولك خلاص غير اسمك واطلع من العيلة احنا هنطلع نعي أن انت موت احنا هنعمل نعي أن انت موت مش موضوع فقدان مراسك فقدان مراسك شوف بالمقارنة لو واحد النهار ده مسيحي جيه للإسلام عشنا في بلاد إسلامية وكنا بنشوف لما واحد مسيحي بيجي للإسلام بيأمنونه بيت بيأمنونه شغل بيأمنونه حماية بيرحبوا فيه وفي أوقات معينة كان في حكام عرب بيكونوا بيدوا دعم غير عادي للشخص اللي بيجي من المسيحية للإسلام بعكس اللي بيحصل مع المسلم لا وحنا بنعرف في جريات إسلامية كتير حتى في الغرب عم بقدموا دعم هائل لأسلمة شمال أمريكا مثلا أنت بقى الصراع النفسي أن أنت تركت كل ده تركت أهلك وتركت بيتك وتركت مجتمعك وفي نفس الوقت أنت ينظر لك أن أنت خاين أن أنت نظر تشك يعني كل اللي أنت إحنا قد ما بنعمل وقد ما بنقدم وقد ما بنترك مش حاجة بالنسبة اللي عملوا المسيح عشاننا على الصليب تمن لا يقارن باللي عملوا المسيح من أجل كل واحد فينا على الصليب بس أنا محتاج أنه نهارده أن أنا تركت بس عايزة ألاقي أخويا بيطبطب علي بقول لي أخي الشام أهلا بك وسط عيلتك الجديدة بس ممكن أسمعها بس أسمعها بعد فترة اختبار تخيل أنا لما عرفت الرب إن عمل لي بعد سنة امتحان من مئة سؤال عشان يعرفوا أن أنا مسيحي ولا مش مسيحي طب ما هو أغل المسيحي أنت عرفوش المئة سؤال لا سدان إن عمل لي امتحان من مئة سؤال عشان الشكل عندهم من نحيطي يروح هل أنت مسيحي ولا مش مسيحي فبيبقى شعور صعب